لا يزال الفساد يسيطر على المشهد في أغلب المؤسسات الحكومية لعل أبرزها وزارة النفط والحديث عن شبهات الفساد الكبيرة التي تحوم حول العقود التي أبرمتها وفي هذا الصدد كشفت مصادر مطلعة عن عزم وزارة النفط توقيع عقد مع شركة كار لمدة ثلاث سنوات لتصفية مئة ألف برميل يوميا من النفط الخام مؤكدة أن حجة العقد وجود نقص في توفير المنتجات النفطية هيئة النزاهة كانت قد خاطبت سابقا المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بعد تشكيلها فريق عمل للتحر والتدقيق بخصوص الملفات الحاصلة بالعقد الموقع بين وزارة النفط وشركتي كار وقيوان حيث أثمرت نتائج أعمال الفريق عن استرجاع ما يقرب من 135 مليون دولار لحساب الوزارة كانت مترتبة بذمة الشركتين بواقع 50 مليون في ذمة شركة قيوان و85 في ذمة شركة كار ووفقا لوثائق حكومية فإن شركة توزيع المنتجات النفطية ووكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد الزوبعي طلبوا إبرام العقد الجديد مع شركة كار وترى مصادر مطلعة أن هذا الأمر يدل على فشل المسؤولين في وزارة النفط وعلى رأسهم وكيل الوزارة لشؤون التوزيع والمصافي والشركات المعنية في توفير المنتجات النفطية ومكافحة التهريب والتسبب في خسائر مالية كبيرة نتجة تأخر إنجاز مشاريع المصافي ووحدات الهدرجة فيما شخصت المصادر ذاتها ضغفا في دور الرقابة الداخلية في وزارة النفط ومديرها العام زياد الحديث إزاء المخالفات المتكررة ترجمة نانسي قنقر